اما في السوق الكويتية فشهدت برسة الكويت عطلة رسمية اليوم وغدا بمناسبة ترسة سنة الميلادية الجديدة لعام 2024 من المقرر ان تعاود البرسة الكويتية استئناف عملها يوم الثلاثة الموافقة الثاني من يناير كان مؤشر السوق الاول لبرسة الكويت قد اغلق جلسة نهاية العام مرتفعا نسبة بلغت 0.50 من المئة عند مستوى 7477 نقطة